موسيقى 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 ايه انا اعتني بكلم نفس انا انا اقللك من تحت انجل مالك غمض النهاردة مال للراجل ده في ايه موسيقى اه 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 مساء الورد الفاتورة وقدرة تسلم الكاميرات بتاعت البانك والفلوس يا قدر انت بقولك مساء الورد تقولي فاتورة وفلوس وكاميرات او انت ايه على فلمة اربعة كده مبنرحة شوية ولا انت كده على طول حاني اتعزى ايه هاني يا راكل بقولك مساء الورد مساء الجمال برضو الفاتورة وقدرة تسليم الكاميرات والفلوس يا قدر ايه 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 انا اعمل تليفون بلا عندك وطير بقولك ايه لا كطير ولا طرق تخليك مكانك هنا لغايت بقولك سيبت اللي ولا تجيت لا اشتنى هكنا يا ولد ده 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 يا ولد استانى 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 الورد هتلفوه استانى ايه امسى الخير يا استاذ عثمان اه انا عمر اه اخبارك ايه تمام الحمد لله يا ربنا يعطي معنا ممكن اتكلم معالي اه موجود جنبين حاد اتكلم يا أبا، أخد كلمي يا علوة عمر إيه ده؟ أفاش تبوك كده من أول كلمة؟ عامل إيه يا حبيبي؟ بلعب آآ، ماشي يا سيدي، كذبان أو أنا الخاصرة أب؟ شوية كده وشوية كده يا رب دايما كذبان يا علوة شكراً مالك يا أب تكلمني أكدنك مزنوق، عايز تروح الحمام كده؟ عايز أكمل لعب طب يا الله، ممكن تديني ماما أو عامو عسوان أكلمه؟ ماما مش هل هديك بابا بابا، بابا، ها؟ تعال أكلم أولا أي يا عمر أي يا أستاذ عسوان معلش أنا أعرف أن بكرة يعني مش اليوم اللي بأخد فيه علي عشان يقضي معايا بس كامل أخويا جاي من السفر ومشافش علي من اليوم أتولد فيعني لو ينفع أخد علي بكرة من المجرسة يقضي معايا اليوم وأبقى رجع وأخذ النهار طبعا يا عمر الموضوع مش محتاج استئزام أي وقت؟ هي حياة مش هنا، لما تيجي هبلغ شكرا شكرا مساء الصراحين انت هتفه ولا إيه؟ مفكر طب سيت اللي هو عايزك جوا ادخل صباح الخير يا باشا صباح الخير يا عمر ده عنوان الفيلا بتاعت نبيله هامل استنياك مبادري بتاخد معاك الود صابية تاسمه شماتة باشا شماتة، وتروح لناك على طول على طول ده اللي هو إمت ساعتك؟ قريه يا عمر دلوقتي، تروح دلوقتي حالي حالاً إزاي بس ساعتك؟ طب أنا عندي فكرة باشا ما تبعت الوضع أنور وهو قاعد طول النهار ما بيعملش حاجة وعمل يشف سجاير أنور دلوقتي بيش شف سجاير في القدر بتاعه في المعادي يلا المؤيسة كلها مش تاخد دكتور من ربع ساعة والفيلة قريبة بطل بقى الحاجة بالفضياء بتاعتك ديت عشان تزوغ من الشوبر يا باشا والله ما حاجة أصل فكرة كلها أنا أخويا كبير جاي من السفر النهاردة عايز بقى روح المطار واستعبت يا أبي يا حبيبي أنت طول الوقت بتشيك من قلة الفلوس روحك من المؤيسة بتاعتك كاميرا ولا اتنين وتاخد حقك يل طب عندي فكرة باشا الوضع سايد بدل ما هروح روضها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وهي يجي إمتى؟ يا بنتي بقولك جاي النهاردة إن شاء الله هاي زالح أراوح عشان أتعد مام وهتتصرفي إزاي دلوقتي أنا عارفة بقى الغلب اللي إحنا في ده طب أخش أقول له عايزة إزن ما فيهاش حاجة أنت عمرك مخدتي إزن وبتهايقلي إن هو مش هيقول لك لأ خش كلمين يا عيني عالدخلة يا روحي عالدخلة خير يا فضنا خير إن شاء الله يا حاج أنا كنت بستأذنك بس أراوح بدري ساعتين ليه؟ خير كفل الشر؟ لا لا خير ما تقلقش أخوي أصله بس راجع من بره النهاردة إن شاء الله واعيز أراوح حشان أساعد ماما يعنيك من ناسح تعلق ده لا لا ألف سلامة لماما لا دا الواجب علي أجيب الدكتور بتاعي ورح لها لحد باب البيت واتطمن عليها لا لا يا حج كتر خيرك مش للدرجات دي أنا مش عايزة بس غير إذنة راح بدري ساعتين أمرك واجب النفاذ يا بطة شكرا يا حج من فضلك بس يا حج سيد ياريت تندهني يا فاطمة زي ما بتنده بقيت زميلي عن إذنك ومالو بسير القماشة الخشنة تنعم والكنزة تعرض ولا داعي للكلك وانت بك تدرني معاك لي يا عمر الله انت قادرة مني بنوع الكاميرات المناسبة هم أنا كل اللي هميني أن أنا عايزة كون صغيرة وتتحطي في أماكن محدش يقدر لا يلاحظها ولا يميزها فاهمت حضراتك بقى الفيلا بس بسم الله ما شاء الله يعني حجمها كبير هتحتاج كبير كتير يعني أنا مش محتاجة غير واحدة بس مش هنحطها هنحطها في قط النوم قط النوم هم؟ قط النوم قط النوم أيوة تعالى معايا تعالى معايا بس متعالى هورا هي بشتظتة مش فانا أنا مسافرة مع ماما لمدة شهر مش كتير شهر هي فترة العلاج كده ما عندها إيه بس ألفة بعد الشهر عيانة ومحتاجة فترة في علاج لمدة شهر بس انت قادرة بقى أنا شخصية المستكتر شهر ده اتفضل اوه نهارك سود وميل ست مين اللي تاخد مكانك في غابك يا ست هانم ده فيه مصورة نسوان حتضرب في البيت وانت مش معجودة بقى بزمتك فيه ستة سافر وتسيب جوزة في قرضة زيديل وحدك ده مش محتاجش تاني واسويسلو ده محتاجش تاني هدين يبقى فضل شوف شغلك وحددلي مكانيك كاميرا فين بحضر ده ايه ده انت بتدور على ايه عندك اشوف مكاني نحط فيه كاميرا عشان نشوف المصيبة اللي عايز يعملها طب مبدئيا كده عنا نحتاج كاميرتين في القطة ده ليه هو اللي ليه السير كبير فممكن مع الشقلاء ما ساعدت كله مشوش مبانش شقلبة مش مش كده ولا ايه تمام البده في قط تانية اه فيه تلات قوة تانية غير القوضة دي تلات قوة فيه منفس السرير ده اه نفس الحج يبقى هنحتاج في كل قوضة كاميرا وانا اش ضمني هيعمل عملته في انهي قوضة واندك حق مش كده ام ايدا شبابة ايه 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 هيوقت في المطبخ كمان يا هانم المطابخ يا ما شافت بلاوي المطبخ من هنا صدى معي عيل انا قلبي كان حاسس يا عيمك بقى الترابيسة دي مناسبة على الوزينة جدا سوتي كمتين المطبخ خشاماتي حاضر ايا جلال بيه اا والنبي حضر لبكرة عشر كاميرات لفيلة نبيلة هاني عشر كاميرات ايوه عشر كاميرات يا باشا عشر كاميرات يا باشا عشر كاميرات يا ابن نصبا هلا 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 ها ايه دا الشاي كان بنوس جنيه بقى بجنيه والقاوة كانت بجنيه بقى بثنين جنيه لقفزة تاريخية فالاسعار دا غير الارفاء واليانسون والكركديه وحجر المعسل اللي بقى الدب يا عمي رفاق المعسل زي ما هم عايزين انا شخصيا ما باشربش شيشة بش انا باشرب يا اخي مرية يا بحلم صدر ليه النقطة اللي اطلت انت فاسعار المشاير دي انت بشاف الدين اي حمل ازاي اخس اخس عليكم اخس بس تقترق على مصر جنيه ولا جنيه ونص زيادة مصر ماله ومال الجاشعة يا معلم الله يسامحك يا أستاذ ابو المحاسن الله يسامحك يا أستاذ التاريخ مصر هتلعب نهائي أفريقيا بكرة وكلنا لازم نقف ورا مصر التشجيع دا مش بحتاج كراسي والكراسي دي بفلوس ثم واصلة الدش اللي زودوها علينا عشان وصلنا النهائي انا مستحمل كل دا علشان مصر انا بحب مصر اي وانا بحب مصر وهو واحد تاني بيحب مصر يا أستاذ عمر تعال اشهد معانا تعال يا أستاذ عمر تعال اشهد معانا السلام عليكم السلام ورحمة الله الشابية معلم صبح شفت الاشتغلال يا عمر يا ابني المعلم استغل وصول مصر للانهائي بطولة افريقيا ورفع الاسعار وبيتماحت في مصر وايه علاقة مصر بالمشاريب يا معلم صبح مش فاهم يعني مين اللي قالك تتكلم حد قالك تشهد انت مش لسه طالب شاهدتي دلوقتي وانت اديتني الوصلة بلاش حنيت علي ايه تعال واشل عنه يا عمر يا ابني وتعال اركبها عنك السفور وانا خني كل الجران يجوا بكراشيها ومشاربها ونتفرج كلنا في هوا ربنا والبلاج طب خلي ده يحصل يا جرجس ورحمة ابوي عوري لا 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 جرق ايه معلم صبحي ما صحش كنا انت ولات حينتة واحد الله يقتعدش على الوصلات اللي حتوقع على الناس في بعض مش الوصلات اللي حتوقع على الناس في بعض الجشع والطمع الجشع انا هوريكم الجشع لعلى اصوله القهوة بين الشطب تلاتة ولو في وقت اضافه باربعة ولو اعادت اهداف بخمسة شوفنا معين راح على العمارة انبوت وادخل قطر على السطح موسيقى 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 صباح الفول علي باشا صباح النور خير باشا قال نزلت من الشركة اللي شغال فيها ملاقيتش الموتسكن بتاعي فين رخصة المتساكل؟ عمر صلاح الدين طه علي انت عمر؟ ايوا باشا ايوا باشا وصل عندي تمام في انتظار معنىك وفي حاجة باشا هو المتساكل تتاع عليه حاجة السلام عليكم باشا الادارة كلها نوارت يا باشا انا علاوي من اول باشا اخبارك ايه؟ الحمد لله زكا عمر وفي اسحب باشا استأذن ساعدتك اخلص موضوع المتساكل واسيف حضرتك براحتك فضل باشا فضل قاعد عمر قاعد واقف ليه؟ وانا بس اللي واقف ساعتك باشا عمر راسي واقف وتقريباً تقطع قابل من خضها باشا باتكبرهاش قوي كده قاعد قاعد واحدا احضر ساعتك قاعد عمر راسي واقف ساعتك واسيفة واسيف حضر باشا توقع اوه ناعم لا توقع عليه حاجة خالص. مبسوط عند اللي هو جلال. وحضراتك تعرف اللي هو جلال. مبسوط عنده. فضله عدلة باشا. ما ترزق. الرضا. اهم حاجة في الدنيا يا عمر. الرضا. ونعمة بالله ساعدك. وفيه يا باشا. العقيد جمال رمضان. من ما بحث الأموال العامة. والله العزيم تلاتة معرفها باشا. انا العقيد جمال رمضان. باشا. يا ابن انت ملبوس. ما تقعدوا در تحكي ده اهدأ. اهدأ. قعد. قعد. شوفي عمر. احنا شكين في الشركة اللي انت تشتغل فيها دي. الشركة دي فيها كمفلاج. ستار. وورا الستار ده في شغل تاني خالص غير موضوع كاميرات المرعبة ده. النشاط بتاع الشركة تجارة العملة. تجارة العملة. اللي هو جلال ده زمر. يعني بس ما تأخذنيش يا باشا يعني الموضوع في حاجة غلط. اكيد في حاجة غلط صحتك. يعني انا مضيع وقت وجاي قابلك علشان معلومات غلط. انا مقصولش سيادتك. اصلاف في الشركة دي سيادتك بقالي كزا. الشركة دي نشاطها الاصلي تجارة العملة. ولو مش اللي هو جلالي بحد من شركاته. ولا حسبت صحة المعلومات دي. انت. والله يا باشا انا لو كنت شفت اي حاجة كنت بلغت بنفسي. عمر احنا مش عايزين نتعبك ولا نضيع وقتك. الموضوع ببساطة. ان احنا عايزينك تحط لنا الكاميرا دي. في مكتب كلال. ايه الكاميرا دي ساعتك. انا اول مرة شوفها. طبعا. لازم تبقى اول مرة تشوفها. لان مفيش منها غير عندنا احنا بس. بكامل حتة ساعتك. ها 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 ها. ليه. هتبيعها ولا ايه. لا قمش للدرجات دي سيادتك يعني. بس يمكن اتضحك عليكم في السعر. اتضحك على مين يا عمر. على ولا حد. الكاميرا دي هي لا هتثبت جدية المعلومات بالصوت والصورة. طب وش ما انا ساعتك. انا اسف يعني على السؤال. يعني ايه شماعنا انت. يعني شماعنا انا ساعتك اللي اخترت ويركب الكاميرا في المكتب. لان التحريات اللي جات لنا اثبتت انك فوق مستوى الشبهات. انا. ايوه انت. ايه. التحريات غلط ولا ايه. لا لا ساعتك لا التحريات مية مية. بس انا باش احركب الكاميرا زي في الشركة والموظفين عاملين زي النحل. اكيد بعد ما زمالك روحها. ما انا ما معيش مفتاح الشركة. لكن هانيا السكرتيرا عندها. لا مدام ساعتك وصلت الهانيا يبق المعلومات والتحريات وكل حاجة كده باش. على اهبية بيقول لك سليم المسيكل بتاعه. الله رحب. لكن هانيا السكرتيرا عندها. هانيا هانيا وحركات. في الاخر الشلالة حكت السلسلة ما بيش بنص جنيه. ما تصرفوا بقى على نفسك. بيكان دي لو سمحت. بجنيه ونص. بجنيه ونص. مش. طب بقول لكي بقى. والنبي بالمرة وانعز اللاعبه دي كمان. مش. بس اللي فهالي لفة حلو. مش. طب. قال فيلك المداليا دي مع اللعبة. لا تتكرمش. تي متأكلن ده محل اللعبة اطفال. طبع. انا شاكك في الكلام ده. يفهلو السعكيان. حضاش. مش بدي. لفة حلو على زوء. من عناية. صباح الخير. مادام فريدة. ايه يا فنم. صباح النور. انا مايجي. احرم دكتور لطيف. اجرتك الجديدة. شقة تلاتة. اهلا وسهل. ممكن ااخد من واتك دقيقتين. طبعا انا اسفت. فضالي. دي حاجة بسيطة للتعرف. مرسي او. وكانش فيه دا يا للتعب دواجب علينا اتفضلي حضرتك اتفضلي أهلا مليكي إن شاء الله تبقى جيرت العمر مع إن العمر مش فاضل في كتير يا خبر ليه حضرتك بتقولي كده ربنا يقديك الصحة وطولة العمر ويعوّد عليكي بالخلف الصالح يا حبيبتي وهو حضرتك عرفت منين أن أنا ما عنديش أولاد لأ دي كانت مجرد درداشة مع البواب ومراته حوالين سكانت دوريا من باب المعرفة يعني مش أكتر اه مفهوم تحبي حضرتك تشربي حاجة؟ اه أنا مش جاية أتعيبك أنا ليه عندك طلب وإن شاء الله أردهولك باللي نفسك فيه مش فاهم حضرتك حضرتك كده بتقولي ألغاز بالنسبالي بصي بقى أنا عندي بنتين وولد والولد هو الكبير أخريك لصانسة أداب بقسم إنجليزي بتقدير جايد جدا بس أنا وبابا صعبان علينا قوي إنه أشتغل مدرس خصوصا إن البنتين واحدة صيدلة والتانية طب أسنان زي بابها ما شاء الله ربنا يخليهم لك من ضمن المعلومات اللي وصلتلي إن الباشا جوز حضرتك شغال في أمن الدولة يعني ليه كلمة ويقدر يتوسط لباسم يشغاله في الخارجية أو في شركة الاتصالات بتاعت المحمول والتنين فلوسهم كويسة ومركزهم أحسن الحقيقة مدام ما جي يعني استني بس أنا قلتلك أنا عايزة منك إيه لكن ما قلتلكيش أنا حنولك اللي في بالك إزاي رجعنا للألغاز ستة مغربية محدش قصدها ورجع مكسور الخاطر آخرهم سلفتي الصغيرة أكتر من خمستاشر سنة جواز من غير خلفة لحد ما ربنا وضع سره في الستة دي وهدي الوقت ما شاء الله عندها طفل أربع سنين مالي عليها البيت هي وعم الأولاد مانك أطول ما صنحانة في إيه؟ هكون صنحانة في إيه يعني أختك ملاش تقول عالبامي قال لي أما أختك دي الله يكون فعونها مش ملحقة عالطبيخ ولا عالتنظيف ولا عالشغل سامع أختك دي بمية راجل مش عاملة زي ناس تعدالة عم ياسة الله الله قصك هي يا عم؟ يا عم بنخشك يا عم هيا بنخشب الفلوسة كامل شايف أمه؟ والله زمان تعيشوا وتنخشوا بعض يا أولاد خليك أنا هافتح أقول لي ولو إني عارف مين يا عم من قبل ما هافتح دي خبكة إبراهيم بصي كل واحد في البيت دي عارفوا بطريقته إلا أنا عارفوا براحته أهوت فضاء يا سطار أنت رشيد من راح الكامير إيه مالا كراش الدوجي ما فهاش حاجة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا سلام على مواعيدي دامتوا لو زبتين ساعتكو علي ما تبقاش كده فضل يا خال حماتك كتا تحبك يا أخويا مش لما يتجوز الأول طب والله يا راجل نصح عارف يصل في قرشه ازاي الحمد لله تسلم أيدي كامل تسلم تايش يا حبيبي أو أمتوكو ولا إيه لا إحنا كده كده أمين نعمل أعملك معنا شاء خال ولا بعد الحال وما نعرفك لا أمينه مش هيخصر وأنا باشربه بارد أساسا بتشربه بارد أمم يقولك كده كده باشربه بارد ميزي بخالك إنه أعرف نفسه لا بقولك إيه يا أسة أم عمر نعم ألاقيش عندك شهيد شربة سخنة كده تدفي معدتي قبل الأكل من عيني تسلم عينيك يا رؤية عارف يا حبيب خالك أمك دي أعز إخواتي انت بتكلم مين يا خال وأنا خليب يا خال وأنا عارف أنتو اتنين وملكومش أخوات من أساسي ده تعبير مجاز يعني بقولك يا هاد أنا عاد تفكر ومحص وتكتك وصلتلك لمشروع إيه مية مية هيوكلك إيه جهب تتكلم بجد يا خال مورد ما باين عور عليك أضرب بس شوية البامي على القرتيح اللي مش بايت لهم لحمة دول وشوية الرز وأعبس بشوية شاي ونقعد أنا وإنت إيه نقرر والنبي يا عمر ابقى سيبلي فلوس لحسن المصروف قرر بيخلص وأنا مكسوفة بصراحة أطلب من أخوك على أساس انك لو طلبت منه أم أهديك يعني من أنا يا بكرة الصبح أبقى معك الفلوس تسلم يا حبيب رؤ بعد أنا أخذيك اللي يا عمر ماالك أفضل مش عقباني كده مركز معي يا عمر شاوريه على حد أهم ما إني كنا ركز مع فتا أنا عايشة يا عمر عايشة وبقول الحمد لله كلنا بنقول الحمد لله بس أنا بعمليكيش اختبار إيمانة شوف بصبرك على قد ربنا أنا بسارك مالك ده رو عايزة فتفاضي يا طب وهي الفتفاضة بتعادل المال المال مش هتعادل بالفتفاضة واللي ماشيش مال ما تزالش عليه خمس علانة على عمري اللي راح كم بمن أربع سنيني وزيادة يا عمر وأنا مربوطة على اسمه وفي الآخر تلك كيكلي على غلطة تعدي عادي ورماني بطول دراع طب الحمد لله أنك عرف أنه كان بيت لك كيكلك الصراحة كنت خايفة كنا أنا السبب كنتش عارفة أكلمك في المضوطة إزاي هو أنت عتعرفني النهار ده مين عمر ربنا يخليك لي يا أخوي ويسعدك ورايح بالك يا أربا أخوك يلا بيت تكملي معاين يلا فيش وقت حاجة وراستيشين هيا يا خلال قولي اللي عندك شوف بقى يا حبيب خلو أنا عدت فحص ومحص لقيت لك ثلاث مشاريع إيه ما يخروش المية يجيبوا فلوس إيه كده 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 يا سلام ما تسوع تقولي بقى فول وطعمية والكلام الفاضي ده لا 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 فول وطعمية إيه وزيت وبدنجان والكلام الفاضي ده وكترلي طرشي شوية مسكتي يعني الحكاية دي خالص حبيب يا خلال أهو أنت كده ملمس معاين احنا همبيع الهوى هوى اه محلك أوتش انت عارف البلد مليانة عربيات ومطباط جنب كان بطارية كده وغير يا معلم في الفرد ده غير بقى إيه؟ الظبط والنفخ ما تشوفي حاجة غير النفخ دي يا خال 嗯ه.. متى مالكش في النفخ أنت بيض صح؟ بيض مزرعة! مزرعة فراخ ايه رأيك؟ مزرعة فراخ؟ بيض يفقص يبقى كاتكيد نستنى عليها شوية تبقى بضارة السعر يغلى ولا أقولك احنا بيق بيض أحسن بيض ونفخ خال وأنت في كن راجع من العلاق بكامع عشان أعمل مزرع الدواجي ما أنت مقلت إيش يا حبيب خال وانت راجع بكامع مش هقولك يا خال بقولك إيه سيبنا لبقى أعمل المشروع اللي على قد فلوسي أنا خلاص هرشط محاطة طب اسمع بقى اسمع بس المشروع الثالث هيعجبك قوي لأ الثالث إيه بنوتي سنتر ولا الثالث ولا رابع كفاية علينا البدو والنفخ يا خال دكتور عبدالله أه يا مازل شاك بريت أغيره آه لو سمحت أغيره استنى يا مازل بسأل خير يا دكتور أهلا نديم فضل تشرب قهوة ياريت اتنين قهوة لو سمحت أهلا حاضر يا دكتور إيه الأخبار يا حب السلامة بسأل خير يا فاندا بسأل نور أغرت المكان يا فاندا تحب تاخد حاجة؟ معلش أخد نفسي بس لأه اه تامن تفضل تقدر باش زكا عمر زكا باش اه 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 اقول لفندم بعد ما عليك طبعا حيش عبقه وا ايه بو اتلين مش رب عريحة ايه بو اتلين انا او عريحة حالا نفندم بتخبره ساعتك ايه؟ شوائز طب الحمد لله رب اه اه هو ساعتك عملت ايه؟ عملت ايه؟ في الموضوع اللي كلمتي فيه ساعتك تليس مصمع متبلغ؟ مال يعني هضايا وقتك ووقت جمال باش عالفاضي إلا بقى لو قال معلمات اللي قلتها لك وتلعت فشوش خلاص لو سمصمع متبلغ يقال الله فيه على فكرة ما طلبنا اهو مش ابنهاش قريدك احنا رحيم فيه ساعتك مبنى المخابرات العامة ابتعدينًا هؤلاء pounds اشتركوا في القناة 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 يعني حنين اشتركوا في القناة 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 لا لا المصحيف مقلكوا لا اللي وقعت قلبي يا باشا وطالما مقلكوا يعني ده استيبه أشتركوا بص وينفعش كده يا باشا الحاجان دي نفعش اشتركوا فيها اعدام ودي أهم حاجة لازم تاخد بالك منها الغلطة في شغلانتنا أدام طب بزمتك يا باشا دي جملة تقالي واحد لسه بيقولي هادي دي أول حاجة لازم تعرفها ولازم تفضل قدام عينيك طول الوقت علشان ما تغلطش هو إيه المكان ده ساعتك؟ ده المكان اللي حنجهزك فيه علشان تكون عمر اللي نفسك فيه واللي البلد هتفتخر بيه حكاية إنكو شغالين في مركز دراسات استراتيجية قالوا متخصصين في أحوال العرب والشرق الأوسط ده كلا بهم أنا عندي في الإسلمان ده لمزاكي إلا أنا أحلف لك مئة يمين إنه مسموش سلمان وعليهم مئتين وخمسين يمين عشان خاطر عنك الزرق دي إنه إنت مسمكش بيتر بص يا سيدي أنا عرف إنكو إسرائليين لقوا شغالين مع المسايد وعايزين تبقى لدوني عشان أشتغل معه علام وفن بس الانتفق قولي سهيل عامل معك إيه؟ الحمد لله يعني بأشتغل يوم عشرة دعا يالله معيس طيب والأبضي بتاخدف معه ولا إيه؟ ساعة ساعة حيات مش قوي بقى حسد شدة عمينا ودعينا عاوز واحد صور ما تبقى عاوز يعني عامي سلم مش كنت جيت اشتغلت معايا أحسن من عادتك اللي ملهاش تلاتين ألف لازمة دي لا يا عم الحمد لله يا ربنا فرجها من واسع ولا أشيبت معه فرجها؟ فرجها إزاي؟ من فترة كده أنت بس اللي اختفيت سبوبة كان عنده سبوبة في ميكانوس سبع الفل يا عم ده منهور ايه؟ ماشي يا عم ربنا يزيدك تبتلعيله كمان مالعايزنا سبله والله المفروض تدع عليه ده بيستغل حاجة الناس وشغلها بطراب الفلوس يا عم سيبك منه المهم أنت الوادي أخو بخلص جيش ولا لسه مش معنى؟ بعدين أنت إيه اللي فكرك بيه أساسا؟ لا أبدا أنت باشوف لو عايز وسطى أدلع وكاع وأنت اشتغلت في وزارة الدفاع ولا ماندوب مبيعاية ولا إيه؟ انت قلت ليه في صلاح إيه؟ قوات الجوية أكيد بيحكي لداني عن الشيخ حسني اللي كان قاعد معاه على القهوة مين الشيخ حسن ده باشا؟ ده واحد بيشتغل في سوبر ماركت يملكه واحد عراقي اسمه سوهيل ما فيه سطل إيه؟ هو أنت فاكر إن احنا بنعرف لسجل كل حاجة ولا إيه؟ أنا بس بعرفك أنت رايح فين وداخل أهل إيه؟ مين الوضع بن الكلب ده باشا؟ سالم الحسيني درويش مولود في قرية صغيرة جنب ميد غمر محافظة الده أهلية بدأنا مرعبته بعد المعلومات اللي وصلت لنا عنه من حوالي سنة تقريباً تحديداً فبراير سبعة وتسعين ناهد الحسيني درويش أخت سالم أخر العنهود وبنت على ولدين تلتة سنة والسنة دي أمال عبد المؤمن أم سالم ستة طيبة موارعاش حاجة غير بيتها وأولادها الحسيني درويش أبو سالم مدير الجامعية الزراعية في البلد عنده ومسؤول عن توريد السماد والكيماوي لكم قرية تانية في زمام الجامعية وده من الناس اللي بيقولوا عليهم بتقرب بنا ولما هو ابن الناس طيبين كده باشا مالطلع وسخ كده المين أنا مش هقولك يخلق من ظهر العالم فاسد ولا صعوبات مش زي بعضها حتى كمان لإخواتي عمر مش بالضرورة يبقوا كربونة من بعض كل واحد بيختار حياته اللي يعيشها على قد طموحاته وطموحات سالم كانت أكبر كتير من إمكانياته إزاي يعني يا باشا؟ سالم أساساً خريج كلية حقوق جامعة اسكندرية يعني معامه أهلة باشا اشتغل ثلاث سنين في مكتب محامي في المنصورة تحت التمرين ولما تودك في الشغلانة كويس بدأ يعمل شغل لحسابه من وراء الراجل اللي كان شغال معا إيه ده باشا؟ ده بدأ الوطيانة بدري أوه زور ورق حتة أرض وبعها لصالح واحد تاجر أراضي اللي باعها لواحد تاني على إنها أرضه كانوا فاكرين إن الأرض دي محدش هيخد باله منها إنما لما الحكومة لقيت إن حد حط ييده على الأرض وبدأ يحفر ويبني فيها الحكاية انكشفت سافر سالم قبل حكم المحكمة ما يطلع وطلع على أبرص وهناك اشتغل في مطعم زي وزي أي مصري مغترب بيدور على لغمة العيش لكن اللي فيه ده ما بيبطلوش سالم كان بيسرق من مخزن المطعم وكان بيبيع لحسابه اتكشف واترد من هناك بفضيحة وخرج من أبرص على إيطاليا وقبل الفلوس اللي طلع بيها من أبرص ما تخلص اشتغل في معرض عربيات في إيطاليا وبدأ تمله كرامة في الشغل بس سالم كان مستني أي رسالة تجيله من مصر بخصوص صوت الحكم عشان كان نفسه يرجع تاني مصر وفعلاً رجع مصر بس مصر ما كانتش فتحة قديها لسالم خصوصاً إنه اتمنع من ممارسة مهنة المحامات وكانت سمعته سبقها في كل مكاتب المحاميين اللي كان بيتمنى اشتغل معاهم أو عندهم لحد ما تفاجئ سالم بعبدالله الورداني الشاب السوداني اللي كان بيورد لحمة سوداني للمطعم اللي كان شغال فيه سالم في أبرص لقى قدامه في مصر وعرض عليه أن يشتغل معاه في السودان ده طبعاً إنهم كانوا صحاب جداً أيام الغربة استغل سالم علاقاته في أبرص وبدأ يبعت لحوب من السودان للمطاعم دي علشان يقدر يدبر فلوس يعيش بيها في السودان بس واضح إن العيشة ما كانتش على هواه حلمه كان أوروبا أو تقدر تقول ما كانش هضم اللقم الحلال وكان ليه شغل الحرام وفعلاً ساب السودان وطلع على اليونان وزي ما انت شفت طب عدم المؤاخذة عنها يا باشا انتم مستنين إيه؟ ما تجيبوهم القفاة بالبساطة دي الله بسمو خبرات إيديكو طيلة يا مو علشان إدينا طيلة هنسيبه ليه؟ أولاً عشان نعرف كل أعضاء محطة الموساد في أتينا ثانياً علشان نعرف هو جن ديني الفترة اللي فاتت ثالثاً علشان نعرف لو للموساد شبكة هنا في مصر آي يا باشا وأحتعرف كل دي إزاي يا ما هو دا دورك يا عمر موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا فيها بابي عمر. يعني لو حصل موقف مفاجئ وحياتك اتعرضت للخطر هتخرج ازاي? وانا اللي كنت فاكرة عزومة عشا. ما هي عزومة عشا? رسالتك وصلت باشا. حتى لو عزومة عشا وخروج عدية ما فوضش الهوة تاني. لو في حد ماشي وراك وشكيت انه بيرقبك اختر اي وجه بمحالي وبص عليه من خلالها. موسيقى 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 صباح الفل يا حص اهلانا عمر صباح الفل يا عمر يا سالم مش تجي تراحب بالدفل لسه جاي من مصر طازة الله هو وصل باستلامة الله ده اللي بقيت مشهور بقى ولا ايه عمر ابن صلاح الدين طاها اخي وحبيبي اللي حكيتلك عنه سالم موارت يا وحش بنورك يا باشا هاي عجبيتك البلد؟ اوه عم حودة تحس كده ان اعتبتها تراو على قلبي ومش عارف ليه متفائل حاس انها كلها فيها رزحين ده في الاول بس عشانك مستجد مكرا ولا بعده لما تدخل في الجد وتدور على شغل يبقى حالك بالحال سالم وكل الشباب اللي هنا ليه عم حودة ولا مالي منازل فل له فل؟ فل؟ تعايز بقى صعيح زيك ولا ايه؟ صعيح هنا ارحم من صعيح في مصر لا بس عمر ما كانش صعيح زيك في مصر ده فن تركيب كاميرات مراقبة في شركة محترمة عند لواء قد الدنيا لواء؟ سابق، لواء سابق في الدخلية طيب ده ما دي شغلانة كويسة وزي الفل ايه اللي خليك تسيبها وتيجي علينا؟ الرزق يحب الخفية برضا وبعدين هو مش بيقولك في السفر سبع فوائد انا صراحة ما شفتش منهم ولا فايدة يا اخي ما عرفت الناس كنوز كفاء ان انت تشوف اهل ولاد بلدك في الغرب؟ شكلك اوي مرة تسافر ها؟ عرفت من ايه؟ يعني عندك عشان زيادة و لسه نخدش على عينيك يا ظالم، ده لسه بيقول بسم الله طب بالإذن انا بقى نورتها يا ام عمر اشبك بالليل؟ ان شاء الله المعلومة هتوصل بالبت يعني خلاص انت بنور رايح يعنيهم عليك استعدي بقى اللي جاي ربنا يعينك موسيقى ايه يا سبوبة؟ خد يا معل يا كشف في اسماء كل العرب اللي شغالين معايا ومخالفين شروط اللي قاما وقدام كل نفر منهم اللي قدرت تعرفوا عن ظروف موسيقى 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 ما انا بصراحة ما عرفتش ازاي يكتب اللي بسمعو دي ما فيمتهاش عندك كاسد اه؟ تسجيل طب خلاص سجل بصوتك واحكي احكي ايه؟ احكي في المحكي يا سبوبة فيه العلدي اللي خليها تسيب أهلها وبيوتها وتيجي هنا ليه مخالفين شروط إقامتهم هنا حالهم عامل إزاي؟ أسامي قريبهم طب أبو هي أسامي قريبهم دي هتفيد في إيف اللي هم عاوزينه عشان يعرفوا يحللوا سبب الرئيسي اللي بيخلي الناس دي تخاطر بحياتها وتسافر وتتمسك وتطرحل سالي أو عاكون باوتي العلدي في داعي أو عاكون باسلموا ولا مشو أخي آه مش بقول لك عبيت يا سبوبة؟ قلنا بلاش عبيت دي يا جدعي انت يا عم خلاص ما تزعلش بس هم هدل بقتي عارفين عنهم كل حاجة بسهب الموضوع هم عايزين يعرفوا ليه العرب بيخطروا بنفسهم ويتغربوا آه ليه؟ هم عايزين يعرف يا سبوبة آه انت كده فهمت؟ آه على الحرام ما فهمت حاجة يا سبوبة سلام يا عمر هراوة حفرة دهري ساعتين وادي تحب أجي معاك؟ لا 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 خليك براحتك ويش حياتك ما تربطش نفسك بيا هشرك بالليلة برياض ماشي حبيبي الله معاك اخي عمر نعم انت بتعيش بك سياسة البلطج الامريكية؟ نعم من انهيار الاتحاد سوفيتي من 8 سنين والإدارة الامريكية طايحة بالعالم وعم يتحرش بالدول والعالم واقف مكتوف الإديك لا كله إلا التحرش يا سيدي بيستفزوك وبيتهموك يا بتدافع عن نفسك بتدخل معهم بعداء مباشر يا بدك تسكت وساعتها بيعرفوا إنك ضعيف وبدونر كبوا على اكتافة مم موضوع ليه أبعاد ألو ألو ممكن أكلم مستر هاروم؟ أقول له مين أبو معاك في الثواني أخبره مم أبو معاطي تعفيري عطولة قفها شني أحيري ريفاشا أبو معاك طيب وفرد دلوقتي عندي معلومة مهمة جداً؟ هادي الحالي إلا رقم خاص بتتصل فيه وتطلب مستر هاروم ولما يسألوك عن اسمك ما بتعطي اسمهاك بتقلهم أبو معاطي أبو معاطي شاعتها بيحولوك لعندي على رقم خاص مأمن على الرقم المأمن بعطيت موعد وبالموعد لما نتلاقها بتعطيني المعلومة وش بوش مش على التليفون أبو ألو أيوة أبو معاطي طيب لقيني عد زابي وبعد ربع ساعة شو هي الشغلة اللي مهمة لما كانت تعرف تنطوك ما تقل لي إنو سارة ويفقة تشتغل معنا أكبر شو جناتها يعني؟ تسمع عن خاتم سليمان؟ بسمع عن هيكل سليمان لا تسيبك من هيكل سليمان دا خلينا في خاتم سليمان أهو خاتم سليمان دا تحكه يطلع لك عفريت يحقق لك كل أميتك أنا ما بيشتري سمك بالبحار هوات شغال فني كاميرات مراقبة في مكتب لهوا سيبة كنت خايفة تصغر دماغك ما دماغي ليه؟ وبعدين هوا أنت تديني فرصة أنت خبطتي المكان والمعادة روح تقفل السك مرضيتش بقى سواحك عشان العشور الملح اللي بيني واخد بالك أنت العشور الملح دي؟ ولا العيشة هنا نسيتك إن العشور الملح بيبعاهد وأخوه بالناس عمر أنا أسفت جد على اللي حصل المبارح لا، أنت مش تفتح بوقت بولا كلمة لحده ما خلص كله بصراحة من ساعة ما شفتك أنا عجبني طريقتك في الكلام بشكلك وأنا حياتي هنا مقفولة علي كل صحابي في المدرسة عندهم بواي فريند إلا أنا وكلهم نون فارجن إلا أنا وكل الحكاية عايزة بقى طبعية زيهم بس بابا وماما طول الوقت راخدين إلا أنا أدخل في أي علاقة غلطانين، ملهمش حق إزاي يعملوا كده مع بنتهم لازم يدوكي فرصتك كده منك تنطلقي فرصتك في الانحراف وإنت بتبتريق علي؟ لا يا خديجة مش بتبتريق انت عايزة الحق السبب اللي خلالي أنا مش واسيب البيت أنا خفت أضعف لما خش السرير ولاقي واحدة زي الأمر قعدالي فيه أكيد هضعف أنا مش ملاك يا خديجة ولما ضعفتش ليه؟ عشان أنت بنت الضمنهور الراجل اللي قويني في بيته خلاص لو المشكلة في بيت بابا أنا ممكن أجي القتال يا بنتي إحنا نركب لك حسنة انت لقي نفسك في الشارع بالراح لا ينفع تجيلي القتال ولا ينفع جيلك البيت ليه؟ عارفة الفكرة في إيها خديجة فكرة أن أنا مش قاعد والموضوع ده مينفعش بقليه لو تعدي يعني أنا لو قاعدوا مستقر الممكن طيب خلاص ما تعيش معنا هنا عيش معكو هنا؟ وبقى قومك يصرفوا علي ها؟ كل حاجة نصيب ما حدش عارف بكرة في إيه؟ طيب أنا عندي فكرة خير؟ إيه رأيك ترجع طاعد معنا تاني في بيت؟ وأنا وعدك مش هعمل كده تاني أنا ممكن أعمل كده تاني انت لمو سممة تحط البنزين جنب النار يعني إيه؟ يعني أنا مش هشوفك تاني؟ أكيد هنتقامح طيب إزاي؟ لما تحب تشوفيني يقولي جزر جزر؟ جزر؟ كان اسماعيل ياسين مين اسماعيل ياسين؟ يا المهار أبوك ياسود بتعرفيش اسماعيل ياسين؟ الرجل اللي ضحك مصر والوطن العربي قد اللي بناخده من الغرب أنا لو من أبوك اشحنك على أول طهرة على مصر أنا روحت كم مرة بس ما مبساطش طبعاً تنبسط إزاي وانت ما تعرفيه اسماعيل ياسين إزاي ما تعرفوش وابوكي معلق صورته في القهوة بابا معلق صور اللي مبسلين جدير بس أنا معرفش حد منهم يا خصارة الرجل من حبه في بلده معلق صور كل الناس اللي بيحبها يعني فكروا بذكريات ويتدفى بيهم وانت بمنتهى البساطة المعرفة طالوا أحب من بابا أعمل إيه يعني أجدب؟ لا متجدبيش بس ما تهدميش حلم ابوكي وانت يعني انت تعرف حلم بابا ايه؟ أكيد عايز يرجع بلده في يوم القيام هو اللي قالك كده؟ هو ما قاليش بس الحاجات دي همتلقلش يا خديجة جبان في العنين طيب ايه رأيت؟ لو تقرع مياه أم كمان هانيكي بتقولي ان تجعاني ولازم تروح تاكل مع بابا وأماما يعني مفيش أمان ترجع معنا البيت؟ انت في أمان ترجع تعيش في مصر خلص تعالي قولك على حاجة ما تقولي احنا عادين هو لا قرب عشان هي سر بايش يا ست يان هرقبوكي ايه سود هرقبوكي هو أرقبوكو ويروه� وأنت عطول مهاك شمال كده يا ابني البيت جا تشوف مالي إياه؟ سايد ابني البيت زعلان كده يعني ايه در؟ انت كمان سبت البيت؟ اوه يا عمره حاولت العمل BB ديه؟ أنا الشيطان لو لعيدني هشغل له المشاريب زواحد صاحبه فكرة ماشي يا جامع قولي بقى ارغي قاعد فين دلوقتي قاعد في حتة مش بطالة يعني فين يعني حتة مش بطالة يا سلم أربع حيطان وأرض يعني قوضة مش بطالة وخلاص عليك مكشوف تقولي بس بص بقاسك أنا استجدعتك جدا من ساعة ما حسبتك على المشاريب مع إنك إنت اللي قلتك هسبان فانا دلوقتي وعمري مهسبت في اللغبطة اللي انت فيها دي انت هتيجي معايا تجيب شورتك وتطلع عندي على القتيل شورتك 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 هي عشان انت واحدة يتيمة يا ابني وبعدين بنشمعها إن أنا استجدعت معاك تردهلي بسرعة كده اتعلم لأ عشان تعرف بس إن مش انت لوحدك بس اللي جادع قولي لسه فيها خير يا عمري أنا كده هعايد طب أنا أكيد فيه هو لأ كده عسل كتير قوي يعني نعم اخلص بقى الليل هيلايل وانا عمل هتحيل عليك فاضل يا شالم عمر الله فاضل فاضل اتي ماشو مانو بس أنا مش مصدق لك محاولتش بحال بيتي دي يعني حاولت كده أنا فهمت أخوة يعني قولي اللي ظلامتك يا عم عمر مدرك لك شوية يا عمري طب ايه هو لسه بدري وانيه المطقل اللي معفّنا اللي انت جايبنا فيها دي على قدل حالتك مدرك لك هعمل ايه وبني وبينك أنا دفعت مص المعالة لما حسبت على مشاريب في القهوة ماشي يا سيدي قاديك أخدت تمام جهت عندك تعالي هنا وش ايه لسه في تحت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اقولك ايه اشت فيخوا دي بقى أحسن من هنا طب يلا 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 رجحنا نروح وانا نتفرق يلا هات الشمطة يلا 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 مص المص 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 الم شوك ميستر سالم ايش انت دي ايه ده الراجل دي سجي بتكلم عربي انا نتكلم عربي ونتكلم انجليدي ونتكلم فرنسياوي ونتكلم يوناني لا الناس هنا بالخمس لوقت على طول ميستر سالم نتكلم في موضوعنا ايه الشنطة دي انت مالك انا مالي لو الشنطة في ايلك لكن الشنطة في ايد واحد تاني واحد تاني طالع معك وتتعادرتك يبقى فيه حساب تاني السلام على اللفة شنو لفة يا عم اخلص ايه المطلوب زبون تاني في القودة يعني معناها زيادة في الاجر 50% او سعبك ياخد شنطته ويخرج وهنبدل حبايا لا يا سيدي ادي 50% ونتعامل رأسي باسبور اهلنه سهلا ورخامة برخامة بقى الملات عايزة تتغير وعايزين مخدات زيادة كل اللي هتؤمر بيها حضرتك مستر سالم ينفذ مدام دفعت الأجرة خب بقى بيانات الباسبور براحتك وباعته مع المخدات يلا يا اما عمر تتعرف اكتر حاجة تعملتني ايه؟ انك مشاهدر هنا جانب حمام خصوصي بدل المرحيل العامة اللي كنت عايش فيها ودي ثمان دولاب بقى الجنور ودي تلفزيون لوحدة ايه راياتك ما خلاش يا سيدي متع تزلنا كل برجوته على قد دمه يا اخي طب يلا رس انت حكتك في الدولاب وانه هنزلك لبلينا احلى غدا طب استنى استنى انا هجي معاك اتنى تجي معاك ايه؟ انت قلني ما بقيتش يضيف انت خلاص بقيت عشرة انا سعبت كتير وش هتأخر عليك يلا بس اسمع انا هادف عنه ستما من الاكل انا بقولك اهو تصدق انك ارخم الرجل اللي برا؟ انا عارف يلا عش حياتك اعمل حسابك ان اي مكان هياخدك فيه ممكن جدا يكون فيه كاميرات مرهبة افرج مثلا ان انت وسالم في مكان هتقدر تعرف اذا كان فيه كاميرات مرهبة او لا هنا؟ مثلا؟ هتقدر تعرف المكان عليه وعرفت كمان مكانها فين بين أدم الطبيعي ما يلفتش نظره حاجات زي كده إلا إذا كان ما اتدرب وعرف إن المكان في كاميرات وعرف مكانها فين وطالما ما اتدرب يبقى شغال مع أحد الوقضة بقت ضمن وعندي أخبار مهمة جداً كتير أوكي الأخبار اللي عندك خليها لوقت ما نتقابل آه بس مش هينفع نتقابل دلوقتي عشان المفروض أني نازل أجيب غدا وراجع على طول واخب بالك من حكاية غدا دي بصرف جامد أنا ها بصرف جامد لات انت شخ شخ إيدك معايا ها حاضر نتقابل آخر النهار طيب إمتى وفين؟ يا ابن الصيعة إيه الأكل التحف ده؟ خير برا بقى كده بقى عيشه ملح قدك عيشه اللحمة هذا المرض دي بس ستك تدفع مرجع عن نصص أنا بقولك هو لا هش هش الفلوس اللي بتوقع منك مخلص يا عم انت هتزل لقبونا عشان ففضنا معك بكلمتين يا عم كل براحتك أنا بهرج معاك ولا أنت يعني لازم تلعبنا على ثم الأكل عشان تعرف تأكل حق يا سلم لو قضيناها كده أنا عيش ملك طيب قولي عندك خطب بعد القتل؟ أهضم أقول لك أه طيب اللي عندنا أروح مشوار أروح على القتل زي أشوفك بالليل على الآخر سلام طيب اللي عندك تروحوا ترجع علينا بالسلام يا هندسة الله يسلمك ما تتأخر علينا يا دعولوا أنتو بس وأنا هزهقكم مني وأي حد فيكو عايز حاجة من مصر على وانو رقم التليفون معاكو طبعاً خلي بقى لكم من نفسك يا رجالي طيب أعمل إيه؟ ظروفة كده؟ طيب أعمل إيه؟ ظروفة كده؟ بعادين بقى في الدمع دي أنا هارجع تاني أخلص الورانة في مصوة ورجع لك على طول واحد واحد عايزين بقى لنشوف دماؤن عشان لها تشاء خبارك احطر عايزة اسيب وحش يدور القهة والبيت بحد دماكن اسيب إيه؟ وحش شوفك على خير اوحش موسيقى 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 كده انت قافل الباب علي بالمفتاح السلم معلش موسيقى اصلي خايف عليك من ايه؟ ابدا اصل انا لو مصور صور زي دي اكيد هعمل قد في حساب الامراتي لو شفتني وانا مالتكاد انت بصورني يا ابني الكلب هتقل لأدبك هلعن سلسفي لك احنا كده خلصين لا انت تزللي بحاجة انت شفتها ولا لا زلك بصور اللي صورتها وانت بقى ودماغك توديك زي ما انت عايز اشتركوا في القناة 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 حالد اشتركوا في القناة 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 علشان كده احنا بنوقف المراقبة احنا منتظرين بقى ثقاتهم فيك تزيد علشان نعرف مكان ان شاء الله هعرفه لك يا فن ان شاء الله اكيد داني هيقدم لي نفسه على انه صاحب الشركة اللي مشتغل فيها سالب اه مش شرط وبعدين مش مهم الصفة اللي هيقدملك بيها نفسه مش هتفرق معانا كتير انا اهم حاجة عندي انا عايزك توصل له ثلاث حاجات اولا انك قدي ايه بتكره البلد ثانيا انك مدي جدا وبتحب الفلوس وممكن تعمل اي حاجة علشان خاطر الفلوس ثالثا ان طموحاتك مليهاش سعف قدي انت شاطر ومعتزب نفسك ومعتزب شطرتك في شغلك لعلمك خطوة زي اللي تمت بين سارة واللي هو جلال دي بتأكد مصداقية شطرتك في شغلك كل ما عززت نفسك اكتر كل ما جري وراك اكتر كل ما رئهم جري عليك اكتر كل ما دفعوا لك اكتر معلش هباشة يعني الفلوس اللي هما هدفعوا هالي دي هتبقى ليه لوحدي ولا ولا ايه ولا هننصصها يعني لقليك لوحدك سيبهولي ابن الحرار هاها هاها السلام عليكم وعليكم السلام الله اوعى تقولي فكراك وربنا عاية غبت قوي Un Mer بص سيباّة ساعة البنية ستات.. إيه لا ستات؟ ده ستات قوي فندل ما زي ما في رجالة قوي فيه ستات قوي برضو والعلمك بقى من أجال مختلفة كمان الله يا سلام هدي مثلا تنفع لمريم جدا مشابه طب احنا كده ناقص لنا بين بقى صهرة دمت أهرمات بصي هم دول أنا تعبتك معي مش عارف أقولك إيه بس زوءك عظيم في اختيار الهدايا كميلي جميلك بقى ولي بفيلي كل هدايا لوحدها بس خدي بالك الهدايا دي مسافر أمنيم كويس مش آه وما فيش أحسن مش صراحة وامشي عادل يحترع أدوك فيك اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا النابي لاي الصلاة والسلام تفضلي لاي الصلاة والسلام من يد من أعدامها وأنا كنت بقول امشي عادل يحترع أدوك فيك هم ولي تعرفوا ماني عن نفسي أحسن ملي تعرفوه من برا ده يا اصدو مسألة نسب مافعة شرع يشتي ول�도 أنت الله ودي عمائلك العرصاتنا لا دي ماما تسلم ايديكي وم يجريش حاجة تتعلمي أمانة هم حكو منينا نفسها في الحلوات عسل يا عسل متشكرة هو اللي يا كنت بقول ايه انت جاي تخطب ولا جاي نفكرك بولي كنت حتقوله حاج سيد عدم المؤخذة الواحد منكتر مشاكل الشغل ومنكتر عيال دماغه بقت مخوطة عيال؟ هو انت عندك عيال؟ عدم المؤخذة عندي سبع عيال نسوان كروم زي الخط كده ورا بعد تقولتش كانوا دا قليل لبعض الساعة؟ وان شاء الله بقى على زمتك دلواتي كام ست؟ اه اتنين يا ماما لا 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 هذا من المؤخذة التلاتة ما انا رجعت واحدة اول مبارح للظروف عياها مسألة انسانية لا اكتر كمالة عدد يعني؟ يعني ايه كمالة عدد؟ انت عملهم سبحة ولا عليك وردة بتهميمة وحاجسات؟ اه لا 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 ما مالك باش مانتش عمر زعلان لي ايه جرى ايه؟ هو انا غلطان لما اقول الحقيقة يا نينة؟ نينة 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 جرى ايه؟ انت راجل فاكر نفسك في الرودة؟ دا انت اللي يدور عليك يلاقيك اكبر من ام اللي يرحمها ليه بقى يا نينة؟ انت موليد كام؟ وانت مالك ازاك يا خير؟ ازاك عبيبتي سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك الصحة؟ اهلاً اهلاً وسهلاً ابراهيم غزال الشهر خالي الاولاد ومدير صلاة كامل للبلياردو اهلاً وسهلاً وما يفن المحروس ابنك محروس ابني مين؟ العريس انا العريس حبيب خالو اقسم بالله لو داخل قرار كلامك عن الجوازة دي لكم داخدغ القوضة على دماغك يا فاطمة ايه دا يا عمر ايه دا عشان خطر عشان خطر يوطي صوتك فيها بيت فيها ما تفهميني وعملك عمل وكل دا ليه عشان الكلب اللي اسم وريعه يا عمر انا اللي حيش معه مش انت وريعه دا خلاص صفحة وتقفلت من زمان ابو سيدك بقى يا عمر ابو سيدك خلصني ماشي يا فاطمة بس خليكي فاكرة انت اللي هتحاسب على المشاريب نخارجي عملك اللي نفسك فيه وانتوا اتكلمتوا في موضوع الشابكة والمهر والحاجات دي ولا كنتم الثانين لما ناجي بتهقل الحاجات دي مش هتفرق مع الحاجة سايا دخال الراجل شاري وداخل بيتنا بابه انا قلت الباشبوهندس وفاتنا ازل اناسة فاتنا تتاقل بالدهب شوفوا طلباتكو ايه وانا شداد خلاص طرقا ما فيش خلاف في المسألة دي حاج يبقى عمروك الفتحة تكونش الزغروطة اللي رنت من شوية دي تخص فاتنا والرجل اللي عجزوا الخرفان اللي لازم من عندهم جرجى الرجليه ده لدي صبرت ولانت بقى انت بتتريا انت عارف الراجل اللي عملت التريا عليه ونازل وخرفان مالته قد ايه دي وقعت وقفة بلانيلة اللي اخذ القرد على ماله يا هدري مش عرفك بقى ان القرد ده بيزداد مالته هتروح الله ده انت مركزة وبيتدفع وشايفه املا بجد بقى انا لا مركزة ولا بدافع انتو اللي شايفه قرد بيزدر وعمالته صغر من ابته خلاص ما صغر وقلل زي ما انا عايز ولا ها كان من بقيت اهلي جرابت لا توقف عاجو وتتكلم عادل انا لا هقف عاوج ولا هتكلم عادل ولا هعف معك من اصله انا طالع على امي انا انا ارزاك بيليك فيك على فمك عشان تتلعي بسرعة لامي موسيقى والله انا روح بتترد لان برشوف ساعتك طميني عليك الحمد لله زفت ليه بس ما انت زال فل اهو فل بنبرع باشا انا مجوها خربان خربان ازاي وانت نجحت بامتياز وعرفت بتتحك عليهم انا كان بنيا وبين الموت ساعت ساعتك طيب اهدى بس اهدى واحكيلي من ساعت ما اخدوك من الشارع ايه ساعتك اول ما كبتشال لغطة من على عليا وقدوني مكان كده ملوش اي معالم صوت حد قاعد يسأل فيه اسئلة ملاش اول من اخر صوت 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 بس ولا حد ظاهر بعد كده لا باشا صوت بس مم واللغة عربي اللهجة هو كان بيحاول يعمل مصري بس هو مش مصري مم طب والاسئلة اللي اتسألت ليها علاقة بينا في الاخر مش في الاول ايه باشا ااخر ايه هم هم جابولي حق ان اودهالي وقالوا ان فيها سم هيموتني في اختال ساعتين لو ما اعترفتش ان اللي هو جلال المخابرات وان انا شغال معاه هو اللي باعتني هم كانوا فاكرين ان اللي هو جلال المخابرات ايه ساعتك وجابولي ازازة صغيرة كده وقالولي ان ده ترياء للسم هيبطل مفعوله بس لو اعترفت هم وبعدين اول ما خدت الحقوقنا يا باشا وجرك الله على الجرال رعشة تشنكت تانية تسرح فامي واختي وعلي وانت انا شفتك يا باشا شفتك انت بتنفذ وصيتي وبتقول لعلي ابني ابو جمات بطر علي وعايز تكمل يا عمر تسدق وتنبي لا لا الا الله اللحظة اللي شفتك وقف فيها مع علي اباشا هي اللي خليتنا كمل ثبتتني وبعدين قلت يعني وانا حاوز ايه من الدنيا كتر من كده انا خلاص بقيت كبير في عين ابني ومعرفتش هي عمل defect و انا امي هتعيش عمر ان شاء الله كمل بس باش وبعد كده فوقت لقيت نفسي في الشارع الرصيف داني كان عايز أتأكد انك سليم ماذا؟ مش هلتشاي بقى؟ مش هلتشاي بقى؟ معلومة الكابيرات اللي هتتركب في المحافظة دي خلي الداني يسابق الزمن وعايز يجندك بسرعة بتاعلن اللي حصل بدأ إلعبني النهاردة لما شافني مع ساعتك وقالك إنه هو اللي ورا خطفك؟ عمر عبيد، بس أنا سايرته إزاي؟ يعني، بس لما سألني معرفتش مين اللي خطفك بس لما قالولي مخابرات وهم قالولك كده؟ ايه يا سهد وهو كان رد فعله ايه؟ قال لنا هعرف مين اللي عمل كده وما تقلقش أنا حسابي معهم هيبع سير ومش هسيبهم بس أنا بقى يا باشا عملت سبع رجالة في بعض قلت له عرفلي بس هم مين وسبلي أنا اتطلع دي وبعدين؟ وبعدين رجع اتكلم في الشهولة يا باشا بس المرة دي بقى دخل في الغويت وطلب إن المعلومات اللي جابها له بعد كده تبقى صوت وصورة م Activs دي تتسيرو يا باشا هو عايزك تجبله اللي حيتسجل في الآماكن اللي هتراكبد فيها الكاميرات إيه يا باشا؟ ده لكنك كنت قاعد معنا اما هو د'اللي احنا عزيني هوصله كمل بس؟ وبعد كده يا باشا قاعد يهزر هزار سخيف قال ايه؟ إنه اسرائيلي بيشتغل مع المساعد وبيجندوني خبرت لازق كده؟ آه وفاجأة لأيته وببيطرق وبيقول لي شفت؟ شفت التخلت الزاي؟ بجسط نطق وقال لي كمان انه هيديني فلوس كتير او يا باشا لو بعتلوا التسجيلات دي وانه هيمرني ازا هيدخل واخره في الاماكن اللي هركب فيها كاميرات من خير محد يحس قالك انه هيمرنك ولا هيسهلك هيمرني متأكد؟ هيمرني يا باشا وفي اساعدك اصلا هيمرنك دي تبقى عادي انما هيسهلك او هيساعدك ده معنى انه ليهم شبكة في مصر هيمرني يا باشا انا متأكد تمام تمام عمر انت شفت لبنة خطيبة كامل اخوك اوه شفتها اساعد وفي حاجة اقول لي ايه يعني مش حاسس ان كامل يعني عمل موضوع الخطوبة ده بسرعة وفي حاجة على كامل اقول لي باشا متألينيش لا ما فيش حاجة خالص بس يعني التوقيت بتاع ظهورها وظهورك هنا لافت نظري شوية بس اكيد ساعدتك يعني جبت خبر اصلا ما بيقلينيش غير العلاقات العطفية اللي بتحصل فجأة دي امممم يا حكايات ماريم ماريم من ساعت اللي بتروح لها بالليل بصي يا بايشKY نعرف نظريتك دي عندها تلت اخواتنا يمين في البيت يا احني ميفاش يكون حصل من يوبنا حاجة أمار ترح لها ليه؟ لأي بقى؟ عمر غالبانة عشان غالبانة يا باشا غالبانة وفي غربة وتجي على أخوتها دا مالوش داعة بسؤالي اللي هو ايه بقى صاعتك؟ بترح لها ليه؟ عهد مين دا يا بار؟ ما حصل بيني وبينك حاجة يا مالي أمار بترح لها ليه؟ مستكدحة عمر احنا متفقين وحيات ربنا باشا ما حصل بيني وبين حاجة وباحتيان لو عايز اعط مع اياه واحدة من هنا ما انا هعط من غير مساعدتك ترغب مين قالك اني مش هعرف هو ساعتك ما كنت عرف هكيد ولا اكي اني قلت حاجة باشا بس من عمر مريموس السكة دي طب يا الله باطل عشان تروح عشان كمال ما حاجش يستغيبك انت المفروض كنت مخطوب وتعبان من كتر اللي حصل لك ده تعرف يا باشا عشان عزوغ من سلم عملت ايه بتقولوا سيبني في حالي بقى اللي مفكه ارجع مصر الانهالي واكن البلد دي بتقول لي رسالة مالكش قاتل عايش فيها يا عمر هايل 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 دلوقتي سلم هيجري جاري على داني ويقوله المعلومة دي انا عايزك بقى تغييب اللي لا دي وتسيقهم لغاية ما استوهم ولا هشوف ساعتك تانية متابعش زال النهاردة من غير معاد كده بقولك خلي بالك ان المراقبة ممكن تتغير والمراقبة كمان ممكن تزيد اضعاف اللي كانت عليك اوعى تحسسهم انك كشفتوهم واوعى تحاول تزاوغ منهم وخصوصا بعد ما هتقابل داني وما تحاولش تتصرف اي تصرف غير المعتاد مهما كانت اهمية المعلومة فاهم؟ عمر انت اهم عندنا من اي معلومة تساعت بحسها باشا ان حياتي غالية عندك انت بس انت حياتك غالية عندنا كلنا وعندنا بالذات بقولك ايه؟ من هنا على الهوتيل على طول مفيش مارين حاضرة باشا مفيش مارين حاضرة باشا يلا خلي بالك من نفسك عهد الله يا عمر وعهد الله خلبينا خلاب باشا ربنا معاك بيدافع عن مريم كتير معنى كده ان هو متعلق بيها ومدام متعلق بيها يبقى مش حافة صح طيب انا عزك تشوف لحكاية مريم دي ايه؟ حاضر افنم حاضر افنم حاضر افنم موسيقى 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 بحروح المغزن أشوف إيه اللي نأسف كافية طب بابا تحب أجل صارت؟ ليه رح بابا ارتاح إنتي موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 سليم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أمدني. 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 تبخشم لسلوم أو لسده بكيشة دعوفة. اليوم أمسلم في أعوان. حسناً. حسناً. يا ساتر. أي خدمة؟ أصلاً أنا في الحقيقة أول مرة أجي في مكان زي دي. مكان زي ده؟ ليه مالو المكان؟ لا ولا حاجة. حلاوة. أوامر حضرتك. أنا أصلي كنت عند الدكتور مسعود أبو الوفى. اللي حداكو هنا. مسعود أبو الوفى بتاع العزام. عليكي نور. هو دي. في الحقيقة هو اللي شارع علي إني أعمل جلسات مساج. فالحقيقة كنت ماشي في الشارع فلمحت اليفطي. دخلت. وأنا بني وبين سيادتك يعني لا عمري شفت المساج ولا عرف بتعمل ليه ولا إزاي. فايلة حضرتك مشكورة. مشكورة يعني. تقولي لي نظام؟ نظام؟ التسعيرة يعني. لا من ناحية ده التمن خالص. إحنا عندنا عروض وبكيت جات لكل حاجة. حلاوة. الاسم لو سمحت. مسعودة بالوفى. مسعودة والوفى بتاع العزام. أنا عايزة اسمك إنتا مش اسم الدكتور. لا موغزي. لا موغزي قصي أنا متوتر شوية. صلاح مذكور. صلاح مذكور. السن؟ ستة واربعين سنة. المهنة؟ مأمور جمرك. تمام قوي. اتفضل ارتاح لما اجيب لك باقي العروض والبكيت جات. يزيد فضلك. مأمور جمرك؟ أيوة. ما قلكش في المطار ولا في اسكندرية؟ لا. أنا قلت بلغك وانتي بعت عملي. أو يكون حسن بأي حاجة؟ هو حاسس بحاجة أصلا. ده ما رعوب ورقب وبتخبط في بعضها. ده شكله مش فهم حاجة. ده بيزبقيني وأنا حسنالك. حاجة أصلا. ده بيزبقيني. ده بيزبقيني. ده بيزبقيني. ده بيزبقيني. ده بيزبقيني. ده بيزبقيني. صلاح صلاح مذكور 46 سنة مأمور جمرك خير سلامتك الحمد لله يا ستنة انا اصلي كنت عند الدكتور ما سعودة بالوفق احداكم اللي هنا بتاع العظام هو كشف علي ولجأ عندي التهابات في العضلات في بعض العضلات مش كل العضلات فهو اللي شرح علي ان انا اعمل جلسات مساجي عندكم فجيت يعني شوية التهابات خفيفة يعملوا فيك كده ويوتروك بالشكل ده اصلا يا ستنة بكره المرض موت حتى لو كان صداع تبصوا تلاقيني كده اتبرجلت وحالة شقلب وبحس في الاخر اني هموت بعد الشر عليك ان شاء الله هنضيع لك هنا اي التعبات وهتغرق سليم ومية مية قولي يا ابني انت مجينة فين واحد الله معرف معقولة دي انت موحد بالله ولا انزهما بقولك واحد الله معرف يعاني على الامان يا سلم بش يا فالح اي فقاني كتاب بتبتخذر ومش حصل مضربك يعم بتلاقي عدي هنا ولا هين شوفوا اللي فاني ده ممكن يكون قاعد فوق تعالا بشوف ايه اعملوا ببعد كلا شاكراً بقياً شاكراً بقياً صوروا ما في ولا كتاب هون بيقول إن كن أنتوا بنيتوا الأهرامات مرميلي بناها مش أنا بس بيقولك اكتشفوا إن اللي بناوا الأهرامات بنوها في عشرين سنة فهو حسأل ليه؟ قالوا لسلون كان بيحطوا حجر ويشربوا التاني ربيتك شو باك متوتر هيك؟ تانست لا أصل يعني أنت مش محتاج تقرأ كل الكتب دي عشان تقول إن إحنا ما بناش الأهرامات وضايع عمرك في حاجة محسومة كده حاجة شو؟ يعني لو أنت محتاج شهادة لو سالم زبط لشوات فلوس كده ومش تبقوا بنيتوا الأهرامات كانت بنيتوا الحسين بالمر طلع راح أشتاء كتير لخفة دمكم أنت وياه ليه؟ طلع عمره؟ لا طالع من الدور من هلق وبالرايح راح تتعاملوا مع مدير محطة جديد إيه دا؟ وأنا قد ما وحش عليك ولا إيه؟ بصا ما قل علاقة بالأقدام يا عمر هيدو السيستم كل واحد بيتغير دوره بالسيستم حسب ما المحطة بتحتاج يلا قوموا وعرفكم على الموديل الجديد مش هترجع الكتاب ولا هتضرب عليه زي الأهرامات أحضر راح أمي أحضر راح أمي أحضر راح أمي محطة جديد أهضر راح أمي ترجمة نانسي أكه بس آلوب أنت لسه نايم آآ راحت علي نوم ما عليتش أصليبت شوائي مبارا إيه حصل لك إيه طب ما كلمتنيش ليه لا لا مش مستهل أنا شاكلي كانت حاجة وايزة حاجة يعني سنة حصن دلوقتي طيب الحمد لله يلا قوم بقى خد الشوير بتاعك وإلبس وتعلى لي المركز حاضر أعم اسمع ما تنساش تجيب باسبورك معاك باسبوري ليه؟ انا عملتلك اقامة هنا بجد؟ امتى وزايد؟ انا حتى ما قدمتش عليها انا اللي قدمتها يلا عندنا يوم طويل يلا بقى مش انا قومتها وخلاص باي سلام امتى شا المفاجأة الحلوة؟ انا بتاع المفاجأة هلطلكم؟ لا انت بتعطرنا شو باي كلاشيك همتطلع فيني؟ بتوحشين؟ ده ماللي عيني مني؟ ما عالله شو بتطلع حلوة منك الكلمة؟ عشان طلع من بواي حسيت فيه عمبارح بس ما رأتلي عندي عن بيت والله كان نفسي عودة اكتر من كده مارين بس انت عارفة موضوع اخواتك بقى انا فهم النظام محبيتش حد فيه مسحك اشوفه انت مفي منك كلك زوق واحساس انا كنت بحب انك تضل عندي انا لو ما هالظروف اسات شغلتنا يا عمر انك تعرف ومتقولش انك عرفت علشان انا عدوك ما ياخدش حذره ويعمل حسابه انا مش عطلك كان بالي انت شغل وانا هافضل اعكده بصصلك لحد ما تخلص وبعد ما خلص شغل اللي انت عايزها عايزها نخرج عايزها تفضل شغالة وانا بص عليك عايزها تروح تطمني على اخواتك اللي انت عايزها يا خوفي منك على هالكلام الحلو انا خاف مني ده كلام طيب خليك قاعد بس ما تتطلع فيه كتير لحتى اعرف كما كتابت هالتقارير احاول بس ما تبانش لا هيك ما راح اعرف اشتغل صباح الخير صباح الخير صباح الخير اتأخرت عليك؟ لا ابدا يلا بنا عشان ورانا حاجات كتير لازم نرتب لها وحش تلي وانت كمان مه جبت باسبورك اه احاول ها؟ إلوه، كيفك؟ بدت تسكرتين على رودوز أمتى أول تيارة؟ بعد ساعتين؟ عظيم بدي التذكرتين أول واحدة باسمي وتاني واحدة باسم عمر صلاح الدين طاها علي افخر ستون يلا بينا يلا بينا على فين وانا رحيت اخد نفسي ما انت خلاص مقب بتاعك ولا لازم ادلعك هنعمل ايه؟ هسافر انا وانت ويك انت على روتوس كمان ساعتين؟ كمان ساعتين طب وهدوم انا ما معيش هدوم هاجبلك هدوم مش قلتلك هتلعك يلا بينا ماريا نعم اذا حدا نسأل عني انا مسافر اجازة اثنين وسبعين ساعة بامريك عمر حوصلك فسكتيا موسيقى 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 اشتركوا في القناة مالك هتفضل مندهش كده طويل الوقت خالص خليك فاكر احنا مسافرين عشان نتدلع ونستمتع مش عشان نقعد سرحان انت سرحان فيك لا مفيش بس يعني مش مصدق البساطة اللي سفرنا بيا فاجأة يا رأيك تغيير اصلي انا ما بحبش الترتيبات التقليدية بحسها بتبوز طعم الحاجة مش كده صحية معك حبا امي انتبوز طعم الحاجة اه ايه 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 أنا عايزة أدخل للطويلت أوه طبعا فضل مرسي اشتركوا في القناة اتأخرت عليك؟ لا قابت فين باسبورك؟ خد ده الباسبور باسم شالهوب نعيم عدس فاكر الاسم ده يلا عشان يضوب تلحق طيارتك انت دلوقتي رايح تلقدي اشتركوا في القناة